وإلى الخبر الأخير في هذه النشرة أعلنت مصادر طبية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37124 والإصابات إلى 84712 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب خمس مجازر ضد العائلات بقطاع غزة أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا وإصابة 218 آخرين خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الأسعاف والدفاع المدني للوصول إليهم اشتركوا في القناة